السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم حبيبي في قناة ومشاهدوا طيورها النهاردة بإذن الله كده جاية لكم فيديو بصوا خرافة يعني من الاخر كده هتسمينه بطك يعني كده هتبقى حاجة جميلة معاك وهتاخذي اوزان تقيلة جدا جدا بس لو عملت اللي انا هقولك علي ده حاجة جميلة جدا 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 هتسفدي منها البطك وللطيور بتاعتك كمان بس عاوز اقولك لو انت اول مرة شوفت قناتي ياريت تنزي تشترك فيها واتفع على زر الجرس على الكل عشان وصلك من قناة كل جديد وما تنسيش تعملوا لايك للفيديو وشير عشان نوصل لأكبر عدد من المشاهدين طبعا الوصفة بقى الرهيبة اللي معايا هنا في الفيديو اللي انا بإذن الله كده يعني هتسمين لي البط بتاعي على رمضان كل سنة بقى وانتوا طيبين احنا في شهور 12 دلوقتي معادش غير تقريبا اربع شهور ورمضان يهل علينا بروايحه الجميلة طبعا احنا بقى عاوزين في الفترة ديت يعني دلوقتي لو انت عندك بط آآ وزن كيلو او لسه صغير يعني آ آآ عاوزا بقى يستمن في الاربع شهور دولت ويبقى آآ اربعة كيلو وستة كيلو تعالي اعملي الوصفة دي الوصفة دي حتى لو انت اشتغلت بها بالنص كيلو هتديك كيلو كامل يعني فيها زيادة الوصفة دي بنص كيلو هيديك كيلو الكيلو هيديك اتنين كيلو التلاتة كيلو هيديك اربعة كيلو طبعا عاوز اقول لكم يعني وصفة جميلة جدا 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 ايه الوصفة معايا بتاعت النهاردة الوصفة دي عبارة عن الدشيش طبعا الدشيش هدية يا جماعة مش الدشة اللي هي المجروشة لا الدشة دي اللي هي كسر الرز واللي هو كمان الشعير بتاع الرز اللي بيطلع طبعا زي ما انتم عارفين ان الدشيش هدية جميلة جدا بتبقى عبارة يعني بصوا بقى ما فيش فاق اي حاجة هي كل اللي جواها كسر الرز طبعا دوت انت في ناس بتحطوا للبط بتاعه او بتحطوا للطيور ناي يعني انا شوفت ناس كتير جدا بيتجيبوا كده تبصوا بقديها كده في الحلة بتاعت الطيور او في الطبق بتاعت الطيور وتحطوا لهم يكلوني كده انا عاوز اقولوكو كده بينزل الحصيلة بتاعتهم ناشف وكمان مش هقداروا يستفادوا منه زي ما هم زي ما انا بعمله انا بعمله ازاي انا بسويه على النور بطبخوا زي الرز العادي بالزبط بحط مثلا الكمية اللي انا هستعملها وكمان بولى عليه على النور لغاية لما يسويه خالص زي الرز وصيبه يبرد ومعد كده طلعه لهم عاوز اقولك ان الوصفة دي اتراهيبة جدا جدا هتفرق معاك فعلا 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 في الاوزان اه لو انت عاوز اتبط بتاعك يعني يبقى اوزان كويس على رمضان باذن الله لازم انت تجربوا الوصفة ده هي بس يكون مطبوخ تجيبي الدشيش بس يكون مطبوخ هو هو الدشيش دوت عبارة عن حكتين اتنين اه كسر الرز والرده والبتاع دوت والشعير بتاع الرز يعني حاجة كده يعني اللهم صلى على النبي شايفين ما شاء الله انا على فكرة عاوز اقول لكم الايام اللي انا بقطع فيها ايه الدشيش يتبط عندي بيخص خالص لان انا معاوزه ما شاء الله على الدشيش دوته ما بتدهولوش ناي انا بطبخولو بس طبعا بطبخولو بقى ايه مثلا عندي تنظيف سمك سعب باشتروه السمك من السوق كده صغير اه بحطه في وسطيك كده وبأم طبخه واما اللي باه وبعد ما يبرد أم طلعه لهم ياكلوه وزي ما انتو شايفين كده يعني حاجة ما شاء الله جميلة جدا 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 اعملو لهم الوصفة دي جميلة بس اطبخي بداشت حطولهم ناي عشان يقدروا يستفدوا منه لان هو طبعا هيرضب معاك على النار زي الرز بالزبط وهيديك الضعف وضعفين يعني احنا مثلا هتحطي كيلو هيبقى معاك 2 كيلو هتحطي 2 كيلو هيبقى معاك 3 كيلو او 3 كيلو ونص تفاهميني ازاي هيبقى الضعف وضعفين يعني حاجة جميلة جدا وهيغزي كمان البط بتاعك وكمان هيخليه شيل اوزان وعن تجربة انا عاوز اقولك عن تجربة جميلة جدا 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 انا مباكدش البط بتاعه اللي هو بصراحة مباكدش اللي الصغير بس علف عاوز اقولك كمان ان الشكرة مهاش غالية يعني الشكرة لو انت عندك مثلا عدد مثلا 6 بطات 10 بطات انا دايما بتكلم معاكو في العشر بطات في الحجم المتوسط يعني بلاش ان احنا نقول مثلا 20 بطة او 30 بطة في العشرة العشرة دول هياخدلهم شوال طول الشهر بتقريبا شوال ب120 جنيه يعني هيفضل هتأكل البط بتاعك طول الشهر ب120 جنيه غير الاكل اللي هتلا عندك كمان في البيت يعني حاجة جميلة جدا 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 عاوز اقولك لو انت وصلت معا لي الفيديو الاخر لاخر الفيديو كده بتنسيش وما تبخليش انك انت تحط اللايك للفيديو شايفين طبعا يعني بيدي اوزان جميلة جدا جميلة جميلة بجد بيزودلك الوزن بتاع البطة بتلاقي كده السدر بتاعها بقى مليان كده والبطة دورت كده ولفت بقيت مليونة ما شاء الله في الحجم وفي الوزن جميل جدا خليكي ماشي عليه حد رمضان باذن الله هيديكي نتيجة جميلة جدا 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 بس طبعا ما تقطعهوش او حاول تأكله له مثلا في الاسبوع مثلا مرتين تلاتة عاوز اقولك مع بقية الاكل اللي انت هتأكله له حاجة جميلة شايفيني الحالة اللي انا بطبخ فيها طبعا انا بجيب حالة كبيرة عشان بطبخ مع بعض تلاتة كيلو او اتنين كيلو على قد البط اللي عندي عشان طبعا هو لسه بيزد كمان في الوزن اه فطبعا زمانتو شايفين كده عاوزين كلنا بقى نصلى على النبي كده اه ونصلى على رسوله اه ما تنساش تعملوا اللايك وشير واشتراك في القناة عشان ووصلك من قناة ان شاء الله بكل جديد واستنينو بكرة بازن الله على فضي جديد مع السلامة شكرا شكرا